اعتقالات في صفوف المحتجين ضد الرئيس قيس سعيد تفريق السلطات الأمنية للمتظاهرين باستعمال الغاز المسير للدموع وخرطيم المياه تراه مبادرة مواطنون ضد الانقلاب قمعا لحرية التعبير في الذكرى الحادية عشر للثورة التونسية هذا ضد القانون ضد الدستور الدستور يسمح لي باش نظهر الدستور يسمح لي باش نقف واين مشات هذا ضد الدستور ضد القانون هما عصابات مضادة للقانون لا يحترمون القانون في المقابل وزارة الداخلية التونسية تقول إنها منعت التجمعات تطبيقا لقرارات رئاسة الحكومة بفرض إجراءات الحجر الصحي في البلاد بسبب انتشار الوباء وبين الروايتين يتعمق الانقسام في الشارع التونسي بين مؤيد للرئيس قيس سعيد وبين معارض لقراراته ويرى متابعون أن استمرار غياب الحوار بين الرئاسة ومختلف القوى السياسية والمدنية في البلاد يؤشر إلى انسداد الأفق لحل سياسي في المرحلة المقبلة ذهاب الرئيس قيس سعيد في قراراته بطريقة منفردة وبطريقة تغلق باب الحوار مع جميع الفاعلين سواء السياسيين أو الاجتماعيين يؤشر إلى أن هناك مزيد من التصعيد في الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد في الأثناء يدعو الاتحاد العام التونسي للشغل وقوى السياسية ومدنية أخرى في البلاد إلى ضرورة الحوار للخروج من الأزمة الراهنة بين توجهات الرئيس قيس سعيد وبين دعوات أحزاب المعارضة للاحتجاج ضد ما يصيفونه بالانقلاب على الدستور تتفاقم الأزمة أزمة يحذر متابعون من أخطار تدعياتها على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد جلال موانع الحرة تونس